اشتركوا في القناة امان والاستقرار واكدت معاليها ان يوم الشهيد هو يوم وفاء لأهل التضحية والعطاء ولمن قدموا ارقى صور الفداء وجسدوا روح الولاء والانتماء واصبحوا فخرا للوطن وقدوة لاجياله الحالية والقادمة في بذل الغالي والنفيس من اجل وطنهم والدفاع عنه مؤكدة دعم مجلس النواب لكافة المبادرات والمساعي لرعاية اهالي واصار شهداء الواجب مشيدة معاليها بمضامين التصريح السامي من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي تفضل به خلال رعايته الكريمة هذا اليوم لمراسم الاحتفاء بيوم الشهيد